دي حاجة خطيرة جدا 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 ان مريض والمريض دم احتاج دم والدم ده عشان عنده انيميا او عنده اي مرض من امراض اللي محتاج فيها نقل دم وعدين انت تطلع وتخرجه بالمستشفى بانفكشنز زي ما حنشوف دلوقتي الهباطايتس والايدز وخلافه المشكلة دي خطيرة جدا جدا وتمس سمعة المكان وتمس حيسمها الكواليدي وتأثر على المكان جدا فنركز فيها بقى هباطايتس بانواع مختلفة A و B و C و D و G HIV الفيروس المسبب للإيدز بانواع مختلفة HTL ممكن ده فيروس ممكن يؤدي هذا الفيروس الى اللوكيميا سايتومجالوفايروس إبشتايم بارفايروس فيروسات خطيرة جدا بتعمل لنا مشاكل كتيرة جدا تأثر على البوم مارو تأثر على الأورجنز بتاعت الجسم بتاعنا احنا خدنا اظن الحاجات دي قبل كده في الفيرولوجي يومان هيربس فيروس ايت ممكن يبقى في بكتيريا مش شرط فيروس زي البروسيلا وزي اليرسينيا والسلمونيلا السلمونيلا بتعمل تايفويت التريبينوما بتعمل السيفليس البروليا بتعمل مارا سموليام دي سيز استافلوكوكا السودومونة سيركيتسيا ده خلنا بقى فيه ميكروبات عديدة متعددة كوكسيلا اللي بتعمل حاجة اسمها كيو فيفر بس لقى المريض جاي بقى بفيفر والفيفر دي ما تعرفش جايت منين وعنين تبطيت تعمله سكرينج تختشف ان انت نقل الدم ما قال له انفكشن من ضمن الانفكشنز اللي ممكن تتنقل الملاريا يبقى اكتر انفكشن بيتنقل الملاريا ده بالاضافة طبعا الهيباطايتس والهيب برضو ولكن الملاريا من الحاجات اللي هي يعني ليشمانيا مرض خطير جدا يأثر على بومارو ويأثر على الاعضاء بتاعت الشخص يعني هي اسمها يعني الاعضاء او توكسو بلازما تريبينوما شجاز بابيزيا مايكرو دي اللي بتعمل بابيزيوس شوفتو انفكشنز كتيرة جدا 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 ممكن بتتنقل بالدم واحنا ممكن احنا نعمل سكرينينج كويس قوي للدم بتاعنا قبلا ما ننقله لشخص محتاجه ونتفادى كل الكلام ده موسيقى موسيقى موسيقى